بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الأول السنة ومحل تطبيقات على الوحدة الثالثة الملحقات نبدأ بالملحق بالمسنة من كتابنا كتاب البرهان صفحة بتين تسعة وسبعين السؤال الأول ميز الأعراب الصحيح لما تحته خط فيما يلي واحد الطالبان جاء كلاهما طبعا عندي كلاهما إذا اتصلت بضمير كلاهما وكلتهما إذا اتصلت بضمير فهي لها ثلاثة إعرابات إما حسب موقعها في الجملة وإما توكيد وإما تعرب مبتدأ ثاني الطالبان جاء فعل ماضي كلاهما كلا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمسنة وهما ضمير متصل نبني في محل جر المضافئ يبقى احنا اخذنا رقم داد فاعل هنا طبعا غريبة حسب موقعها في الجملة لأنه طبعا لا يجوز حسبها من العبارة اتنين الطالبان كلاهما نافع غيره طبعا الطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مسنة كلاهما هنا كلاهما ليس بعدها مسنة فخلاص تعرب مبتدأ ثاني فكلا مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمسنة وهما ضمير متصل نبني في محل جر المضاف إليه نافع خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وقبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول يبقى احنا اخذنا مبتدأ غيره هنا مفعول به مفعول به نسم الفاعل لهو نافع يبقى ينفع غيره يبقى غير مفعول به ولهذا ضمير متصل نبني في محل جر المضاف إليه كلا العاملين مكافحان كلا إذا لم تتصل بضمير عربت إعراب الإسم المفرد بحركات مقدرة يبقى مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة المقدرة يبقى تلاتة خدنا رقم ألف مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة المقدرة أربعة الصبر والمسابرة كلا هما يحقق الهدف طبعا أولا إذا جاء لك المبتدأ معطوف ومعطوف عليه انظر إلى المعطوف الأول أو إذا كان مذكر يبقى مذكر ومذكر حناخد كلا هما مذكر ومؤنس مع احترام من المؤنس حناخد كلا هما أما لو كان مؤنس ومؤنس يبقى احنا كده بناخد كلتا هما ده قاعدة تمشي عليها بالنسبة للاختيار الأول بعد كده كلا هما هتكون طبعا هنا جاب لي كمان كلا هما نرجع تاني بقى نقطة تانية كلا هما يحقق طالما جاب لي يحقق وجاب لي الفعل لم يسند إلى ضمير المسنة مبتدأ مبتدأ ثاني مرفوع على مترفع الألف لأنه ملحق بالمسنة يبقى احنا كده هناخد اربعة خدنا رقم رقم ايه رقم جي اما اذا قلت كلا هما يحققاني الهدف هنا كلا هما هتكون توكيد لانه يجوز حسفها من العبارة وهذا الاختلاف بين كلا هما عندما تكون توكيد وكلا هما عندما تكون مبتدأ تقدم المتصابق الثاني على الجميع تقدم فعل موظم يبنى الفتح المتصابق فاعل الثاني نعت مرفوع على مترفع الضمة المقدرة نعت مرفوع على مترفع الضمة المقدرة لان طبعا ده الثاني اسم منقو شجع الجمهور لاعب الفريق لجهودهما في المباراة شجع في الموظم يبنى الفتح الجمهور فاعل لاعبي طبعا هي لاعبين مفعول به منصوبة علامة نصبه الياء لانه مسنه وحزفة النون للإضافة يبقى احنا كده عشرة بناخد رقم جي مفعول به منصوبة علامة نصبه الياء وحزفة النون للإضافة السؤال الثاني اكمل فراق كل جملة مما يالي بما يناسبه من بين البدائل التي تلي احداشر ان الطالبين نجط مجتهد طالما بدأني جبل بعد كلاهما او كلتا كلتا هما مجتهد يبقى انا بناخد على طول كلاهما او كلتا هما بدون تغيير لانها هتعرب مبتدأ يبقى احنا خدنا حداشر خدنا رقم حداشر خدنا رقم با يبقى ان الطالبين كلاهما مجتهد هتكون مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمسنة ومجتهد خبر والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر خبر انا اتناشر ان الكتابين نجط مفيد برضو هقول ان الكتابين كلاهما مفيد يبقى برضو خدنا رقم جيم كلاهما ان الكتابين مفيدان هنا طبعا اقول كلاهما عشان هتكون توكيد للكتاب الكتابين فمناخد رقم داد الاسرة والمدرسة نجط يسهمان في تربية الناش طبعا الاول اذا جاب للمبتدأ حشتين مسنة فانا انظر الى المبتدأ هنا طبعا متصل بتاء التانيس يعني مؤنس في الحالة دي اقول لابد ان انا نجيب كلتا هما او كلتا هما وبما انه مرفوغ فاقول كلتا هما الاسرة والمدرسة كلتا هما يسهماني في تربية الناش وكلتا هما هتكون قيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمسنة وهما مضاف مضاف ايه وهما مضامير متصل مبلغ محل جر مضاف ايه 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 خمسطاشر حضر المحاضرة نجة وعشرون طالبا طبعا طالبا العدد اللي هو المعطوف الجزء الاول ايه يخالف والثاني يوافق ولكن مع الاتنين والتلاق مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة 16 قرأت من الرواية نجة 10 فصلا العدد ال 11 وال 12 يوافقاني المعدود فاقول قرأت هنا طبعا مش حينف هنقول اثنان اثنان ولا اثنين فانا هنقول اثني اثني عشرة فصلا على اساس ان اثني هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لانه ملحق بالمسنة 17 سلمت على طالبين اقول طبعا طالبين اثنين يبا احنا اخدنا رقم جيم اثنين نعت منصوب وعلامة نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بالمسنة 18 حضر حفل التخرج نقاط ولي امر مع ابنائهم فانا طبعا هي هتكون موقحها فاعل يبا اثنى عشرة يبا 18 خدنا رقم الف اثنى عشرة ولي امر مع ابنائهم حرى العاصيان العاصيان اسم حرى مرفوع على مترف الالف لانه مسنة وحرى ده فعل من افعال الرجاء عسى وحرى واخلولقة لابد وحرى يجب الاقتران خبرها بان فانا نقول حرى العاصيان كلاهما ولابد نقول ان يتوب ان يتوب وهنهزف طبعا النون لانه حيكون فعل مضارع منصوب علامة نصبه حسف النون لانه فعل من افعال الخمسة يبا خدنا رقم دال تسعتاشر خد دال عشرين ان السيارتين نقاط مسرعة طبعا هنا طبعا بمعين جابلي بعد كلاهما او كلتيهما مفرد يبا انا هتظل زي ماها كلتا هما كلتا هما مسرعة خدنا رقم باء وطبعا طبعا في حالة كلاهما كلتا كلاهما او كلتا هما يلزم صورة واحدة طالما مسنة ما فيش ما بتغيرش يعني على حسب الاعراب لا هو على طول كلاهما او كلتا هما وطبعا هتكون مبتدأ في هذه الجملة لان الجاي بعدها مفرد اما اذا اتى بعدها مسنة فاني طبعا يجوز الاستغناء عنها في الحالة دي تكون توكيد معناه 281 عسى الطالباني طبعا الفعل عسى يكسر كتران خبره بان فطبعا كلاهما ان يلتزم منفعش نقول كلاهما ان يلتزمان عندي منفعش يلتزمان ولا كلاهما يلتزمان كلاهما ان يلتزم يبقى 21 خدنا رقم دان كلاهما ان يلتزم كلاهما توكيد معناه مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة وهما ضمير متصر من ابن محل جر المضاف إليه ان حرف المصدر ونصب يلتزم فعل مضارع منصوب علامة نصب حزف النون لانه فعلي من أفعال خمسة والف الاسنين ضمير متصر يبقى اقول كان طبعا زاهنة هتبقى مسنة زوي منطق عزب يبقى نبعد الطالبان زوي 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 يبقى ناخد رقم ديم 24 خدنا رقم ديم زوي منطق طبعا زوي هتكون خبر كان خبر كان منصوب وعلامة نصب ألياء لانه ملحق بالمسنة المعلم زو ضمير حي طبعا المعلم مبتدأ وزو خبر مرفوع علامة رفع الواو لانه اسم من الاسماء الخمسة عند تسنيه تكون زو او زوي زو في حد الرفع وزوي في حالة النصب والجر فأقول المعلمان زو طبعا هنا ما فيش بعيدنا انف زو منفعش زو وين يبقى ناخد المعلمان زو ضمير حي ولكن نخلي كلمة المعلمان نخليها بالالف والنون لنصححها ما فيش مشكلة يبقى المعلمان زو ضمير حي زو خبر مرفوع على مطرف الالف لانه ملحق بالمسنة ستة وعشرين حموك رجل طيب طبعا حمو عند التسنيه حموان او حموين يبقى حموك حزفة النون للاضافة رجلان طيبان يبقى ستة وعشرين خدنا رقم جيم حموك رجلان طيبان السؤال الرابع صوب الخطأ فيما تحته خط فيه كل مما يأتي سبع وعشرين قرأت كتابين النحو حدد مما يلي سورة الجملة الصحيحة بعد تصوب خطأها طبعا كتابين مفعول منصوب علامة نصب الياء ومسنة والنحو المضاف إليه ولا كتابة ولا كتابين كتابين نحو يبقى اخذنا رقم جيم حزفة النون للإضافة النون المسنة ونون جمع المذكر السالم تحزف عند الإضافة في السباق اشترك في السباق اثنى عشرة متسابقا طبعا اشترك المفروض اثنى عشرة احتبا مرفوعة يبقى اثنى عشرة متسابقا في السباق يبقى احنا اخذنا رقم رقم ايه رقم جيم 29 صفحة 282 في الفصل اثنين وستين طالبا في الفصل اثنان وستون طالبا يبقى بناخد رقم ايه رقم اه اثنان اه وستون اه طالبا يبقى بناخد رقم ايه رقم انف تلاتين اصبحت طالبان كليهما مجتهدين عند التصويب طبعا هنا جيم لمسنه في الحالة دية اصبحت طالبان مجتهدين يبقى كليهما هنا منفروض يبقى توكيد يبقى توكيد معناه مرفوع علامة رفو الانف يبقى احنا كده بناخد رقم جيم تلاتين هناخد رقم جيم واحدة تلاتين القصة تاني كلتا هما مميزتين فانا هنا طبعا كلتا هما مميزتين طبعا جاب للقصة تاني كلتا هما يعني جاب للتوكيد اقول مميزتان مميزتان يبقى احنا واحدة تلاتين خدنا رقم باء السؤال الخامس اجب بحسب المطلوب قرين كل سؤال مما ياتي اتنين وتلاتين نجح كلا الطالبين ميزة الصياق الصحيح لجعل الجملة مجتملة على توكيد معنوي طبعا كلا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة لانه اسم مقصور فانا نخليها توكيد يبقى نجح الطالبان كلاهما منفعش كلاهما كلهم يبقى بناخد اتنين وتلاتين خدنا رقم الف نجح الطالبان كلاهما طبعا الصديقان المبتدى مرفوع على مترفع الالف كلاهما توكيد معناه مرفوع على مترفع الالف لانه ملحق بالمسنة وهم ضمير متصل مبنى محل الجر المضاف وفي ينقبر المبتدى مرفوع على مترفع الالف لانه مسن ادخل على الجملة يبقى ان تنصب ما بعدها يبقى الصديقين حنبعد جيم وانبعد في الثلاث اختيارات هنا هنجيبها توكيد معنوي توكيد معنوي نصوب يبقى ان الصديقين كليهما منفعش كلاهما يبقى ناخد رقم الف 33 خدنا رقم الف 34 اقرمت كلا الضيفين ميز الصورة الصحيحة لجعل كلا ملحقة بالمسنة في تركيب نحو صحيحة طبعا كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة فتحة المقدرة هنخلي توكيد يبقى اكرمت الضيفين منفعش اكرمت كلاهما ولا الضيفان يبقى تفضل عندي الف وتفضل عندي جيم منفعش كلا الضيفين يبقى ناخد رقم الف اكرمت الضيفين كلاهما كلاهما هتكون توكيد معنوي منصوب علامة نصب الياء لان ملحق بالمسنة وهما الضمير المتصر من ابن المحل جار مضاف اليه إن إن كلا الكتابين مفيدان ميز الصورة الصحيحة لجعل كلاهما ملحق بالمسنة في تركيب نحو صحيح أقول إن الكتابين ما نفعش الكتابان يبقى بعدنا آنف و بعدنا بقى يبقى إن الكتابين أقول كلاهما توكيد معنوي منصوب علامة نصب الياء وأقول مفيدان يبقى 35 خدنا رقم دان كلاهما مفيدان 36 كلتا القصتين مفيدتان حدد بما إن الصورة صحيحة نجعل كلتا توكيد أقول القصتان كلتا هما منفعش القصتين منفعش القصتين يبقى القصتان وأنا عايز توكيد معنوي يبقى كلتا هما نجيب بعدها مسنة يبقى كلتا هما مفيدتان خدنا رقم جيم القصتان مبتدى مرفوع على متراف الألف لأنه مسنة كلتا هما كلتا توكيد معناهم مرفوع على متراف الألف لأنه ملحق بالمسنة وهم ضمير متصل مبنى مهان جار مضاف إليه مفيدتان خبر المبتدى مرفوع على متراف الألف لأنه مسنة أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو أعجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله